زيارة اهل الكبور تعتبر زيارة الكبور من المستحبات المهمة فقد حثت عليها العديد من الروايات والاخبار فعن النبي صلى الله عليه وآله زوروا كبور موتاكم وسلموا عليهم فان لكم فيهم عبر والاموات يعرفون من زارهم ففي الرواية عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله الموتى تزورهم قال نعم قلت فيعلمون بنا اذا اتيناهم فقال اي والله انهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستئنسون اليكم ولزيارة الموتى اداب منها السلام على اهل الكبور بقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام على اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله يا اهل لا اله الا الله بحق لا اله الا الله كيف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله يا لا اله الا الله بحق لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله وحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فعن الإمام علي عليه السلام قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قرأ هذا الدعاء أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب خمسين سنة وكفر عنه سيئات خمسين سنة ولأبويه أيضا ومن الآداب أيضا ما قاله السيد بن طاووس أن تضع يدك على القبر وتقول اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنبها عن رحمة من سواك وألحقه بمن كان يتولاه ومن الآداب أيضا قراءة القرآن وقد ورد في الأخبار استحباب قراءة صور معينة منها قراءة الفاتحة وأحد عشر مرة قل هو الله أحد قراءة صورة القدر سبع مرات ففي الرواية أن من قرأها سبعا عند قبر مؤمن بعث الله إليه ملكا يعبد الله عند قبره ويكتب للميت ثواب ما يعمل ذلك الملك فإذا بعثه الله من قبره لم يمر على هول إلا صرفه الله عنه بذلك الملك حتى يدخله الله به الجنة قراءة صورة الملك فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تبارك هي المانعة من عذاب القبر ليس لزيارة القبور وقت خاص ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يتأكد الاستحباب عصر الخميس ويومي السبت والاثنين وقد ورد في بعض الروايات كراهة زيارة القبور في الليل ومن أبرز مصادق الزيارة هي زيارة قبور أولياء الله من الأنبياء والآئمة والصدقين والشهداء وقد خصت الشريعة بعض القبور باستحباب مؤكد كزيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام مر شيعتنا بالزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن أتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله